أمنياً دائماً تمكنت الفرقة الإقليمية الدراك الوطني في سيدي عبدالعزيز فيولد جيجل بن حدز كمية مؤتبرة من المشروبات الكحولية قدرت بنحو 3500 قرورة خمر من مختلف الأنواع والأحجام تفاصيل هذه العملية في ميكروفون أيمن عبدالرحيم بعد القيام بالتفتيش سمر عثور على 252 و1 من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام ومواسطة للتحقيق بعد التحري وتنشيط عنصر الاستعلام عن ملك المحجوزة تبين أنها تعود إلى المدعو باميم 32 سنة والمدعو بامحة 27 سنة ويتم تخزينها بأحدى المستودعات بعد الحصول على إذن تفتيش صادر عسيد وكيل الجمهورية حيث كانت نتيجة إيجابية وتم حجة 3448 و1 من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام